السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم معي أنا ومعلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة يسرى الشهري المادة لغتي موضوع الدرس إثراءات بسم الله الرحمن الرحيم هذا غلاف الكتاب وهذا غلاف الملحق أنا أقرأ سنجد الملحق في الصفحات التي تبدأ من الصفحة رقم 151 هيا بنا الآن نجلس في مكان هادئ ونستمع جيدا لشرح المعلمة ونحضر كتاب لغتي ودفتر الإملاء وقلم الرصاص أهداف درسنا لهذا اليوم أولاً قراءة النص قراءة صامتة ثانياً ترديد القراءة بعد المعلمة ثالثاً التعرف على بعض التركيب اللغوية رابعاً اكتشاف القيم والاتجاهات خامساً الاملاء الاختباري سنفتح الكتاب أصدقائي على الصفحة رقم 158 نريد الآن أن نشاهد هذه الصور نشاهد الصورة ماذا نشاهد؟ أحسنتم فواز وزميله في المدرسة يبدو من الصورة أنهما في المدرسة في الفصل وهذه طائرة أحسنتم طائرة لعبة إذن أصدقائي والصور التالية تدل على أن فواز يريد أن يخترع صورة عفواً يريد أن يخترع طائرة ويبحث عن كيفية اختراع الطائرة أريد منكم الآن قراءة النص قراءة صامتة وضع خط تحت الكلمات التي يصب علينا قراءتها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 نعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حازم حازم اشتركوا في القناة 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 الكتب عن صناعة الطائرات بعد ذلك بعد أن جمع الأدوات اللازمة ممتاز بدأ في صناعة الطائرة العجلات والجلحان القويان ثم بعد ذلك أخذ في التلوين وركب الطائرة وأصبحت جاهزة بعدها رأها حازم وتعجب وقال هل هذه الطائرة تطير بماذا رد فواز أحسنتم قال له أنها لا تطير ولكن في المستقبل أحسنتم في المستقبل سوف يصنع طائرة تكون إن شاء الله تطير إذن أيضا حازم يا أصدقاء أعجب بهذه الطائرة وقال وقال ما أجملها وأنه يريد أن يصنع مثل هذه الطائرة لكن حازم يتوقع أن صناعة هذه الطائرة صعب أو سهل صعب أحسنتم رد عليه فواز برد جميل جدا ما هو؟ ممتاز أحسنتم في الجملة الأخيرة من الدرس فبالعلم والعمل يصبح كل صعب سهلا أصدقاء ننظر إلى هذه الجمل التي وضعت تحتها خطا وهي من الجمل التي فيها تحتوي تحوي على التراكيب اللغوية ونريد أن نقرأ هذه الجمل ونستخرج الظواهر الصوتية الموجودة بها لاحظوا الجملة هذه ما هذه الطائرة الجميلة؟ لاحظوا هاتين العلامتين علامتين ترقيم ماذا نسمي هذه الجملة؟ أحسنتم نسميها سؤال وأيضا سؤال بتعجب إذن علامة التعجب وعلامة الاستفاء وهذه الكلمة هذاني أحسنتم اسم إشارة كما تعرفنا في الدروس السابقة نشير بها إلى المذكر المثنى أحسنتم وهذه الكلمة أصنع ما هي الظواهر الصوتية؟ ممتاز يوجد لدينا همزة قطع في بداية الكلمة أصنع أيضا مقطع ساكن بارك الله فيكم كلمة أصنع أو هل هي فعل أو اسم؟ فعل بارك الله فيكم الآن نتعرف على القيم والاتجاهات العمل بجد من أجل خدمة الوطن لأن فواز أراد أن يصنع الطائرة لكي يخدم وطنه حب العمل إتقان العمل وهذا ما رأيناه في صناعة فواز للطائرة السعي من أجل تحقيق الأهداف الآن أصدقائي نفتح دفتر الإملاء وبسم الله نبدأ فواز 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 نقطتان رأسيتان أنت 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 قادر قادر على ذلك على ذلك يا صديقي فاصلة منقوطة فبالعلم فبالعلم والعمل يصبح كل صعب صعب سهل سهل نقطة سواء قراءة الجملة فواز نقطتان نقطتان رأسيتان أحسنتم أصدقاء من كان لدي خطأ فاليصحح هو يكرر الكلمة مرتين أو أكثر إذن تعلمنا اليوم قراءة النص قراءة صامتة ترديد القراءة بعد المعلمة التعرف على بعض التراكيب اللغوية اكتشاف القيم والاتجاهات الاملاء الاملاء الاختباري شكرا لكم أصدقائي على متابعتكم أتمنى لكم التوفيق في أمان الله ترجمة نانسي قنقر